هذا من بيء السلع قبل قبضها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المسألة فيما يتعلق بالطعام فهذا لا يجوز بالاتفاق لما ورد في الصحيحة من حديث أبي هريرة وحديث عبدالله بن عمر وحديث زيد بن ثابت وغير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاء عن بيع الطعام قبل قبضه ونهاء مشتري الطعام أن يبيعه حتى يكتاله وحتى يجي فيه الصاع والصعان فهذه مسألة محل الاتفاق بين العلم لا يجوز في الطعام وفي غير الطعام يعني من السلع الأخرى مثل الإسمنت ولا الحديد ولا السعيرات من حجز في سلع واشتراها وأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها فالإمام مالك رحمه الله يجوز ذلك ويرى أن الحديث نهي فيه خاص بالطعام وما عدا الطعام فيجوز وحتى مورد من الحديث الأخرى من الحديث حكيم بن حجام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيه أشتري ما يحل لي وما لا يحل قال إن يشتري شيئا فلا تبيعه حتى تتملكه وحتى تقبضه وقال الإمام مالك ومن معه قالوا إن هذا الحديث الوارد في السلع الأخرى العامة هو محمول على الطعام لأن مورد الحديث كل واحد مورده كل واحد حكيم بن حجام في أنه يشتري السلع ويبيعها قبل قبضها فكان يبيعه ويشتري السلع لهي الزيت والمطعمات وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث حكيم بن حزام وغيره لكن ما عاد الطعام فيجوز وهذا إن كان يجوز يعني أن الإنسان يشتري سلع غير الطعام ويبيعها قبل قبضها لكن علماء الملكية بيّنوا مسألة مهمة قالوا هذا لا يجوز من أهل العينة والعينة هم اللي يتربصون بالناس يقفوا قدام مصر الإسمنتة والحديد أو السلع المفقودة ويشتري كميات ثم بعد ذلك يبيع الواصل من أجل أن يستبدل نقدا بنقد يشتري بـ 30 ألف ويبيع بـ 40 ألف هو يوقف في مكانه هذا في الواقع ليس بيع سلع قبل قبضها وإن بيع درهم بدرهم هذا حرام لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة وفي الحديث عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايتم بالعينة واتخذتم أذنب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم فإذا كان هؤلاء الناس الذين يبيعوا الواصلات هم معتدون لذلك وتربصون يشترون الواصلات وإبعونا وهكذا وليك فهذا حرام يصير من بيعنا لكن لو افترضنا واحد يشترى سمنت ليبني به أو حديد ليبني به ثم بدله بعد ذلك أن يتخلص منه ويبيعه فلو أن يبيع على حرش ذلك قبل أن يقبضه ترجمة نانسي قنقر